ترجمة نانسي قنقر الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني وبهذه المناسبة أكد العميد الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب رئيس الوفد أن المشاركة في التمرين تأتي تنفيذا لقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون وأشهد مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب بتوجيهات معالي وزير الداخلية ومتابعة سعادة رئيس الأمن العام في إطار العمل على تكثيف الجهود لتعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك في مجالات التعاون والتنسيق والتخطيط بين الأجهزة الأمنية وتوحيد المفاهيم لواجهة كافة أنواع التهديدات والمخاطر وتبادل الخبرات والمعلومات وبما ينعكس إيجابا على الأمن والاستقرار كما تقدم العميد الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة بشكر إلى وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على حسن التنظيم متمنيا نجاح فعاليات التمرين وتحقيق أهدافه المرجوة أولا بالنسبة للبحرين الشقيقة هي الحقيقة نفتخر أن التمرين الأول تم عقدة على أراضيها وهي تشارك في هذا اليوم أسوة بدول الخليج الأخرى وهي دائما محط اهتمام ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية ونعرف مستوى وقدرات جهاز الأمن في البحرين ونتابع نشاطاتهم ونتابع الاستقرار الذي تحقق بتوجيهات جلالة الملك وسمو ولي عهده ترجمة نانسي قنقر